موسيقى موسيقى ادلة كاملة واسيد كي سيفتلي الفلوس سيدة عاون سلطة بشحل السلامة غايتخلص في دار في خمسات الشهر لقينا عندها بعتلم منايل كيللتا واحد الرسالة قلتي نهار اللي غبرت صيف تطلق واحد رسالة ومشي الخط دياله شنو فيها؟ قلت لي انا غادر صويرة ومنتم مطفى تليفة؟ صافي منتم موقعش تليفة ونخدام مجينا صويرة موقع ديور ديور قندقوا علي منوري متصاور من الدار بدونة جاي جديدة مخلية تمدينة انا بنا اخطي انا ميتة ولا حيية والريالية بأي طريقة كانت انا بتخطي حيية ولا ميتة ريخرج علي ياد السيد ودمرني تانا في حياتي انا رأي ولادي موقعش كنشوفهم مرة من نار خارجت وانا كنجري في المدون كنقلب كنحمق مشاهدين كرام مرحبا بكم معنا مرة اخرى تلقي اتصال من عند العائلة جيل سامح كنها سامح سامحة كتعيش نواحي مدينة الصويرة مشاهدين الكرام 2012 سامحة والخواتة ديالا والوالدين ديالا انتقلوا المدينة ضل بيضاء كيعيشوا بالضبط في منطقة متاسباتة مشاهدين الكرام نار 22 سعود يعني حوالي شهر سامحة اختفت على الانظار الاخ ديالا اللي هو حدايا مشا كيقلب كيبحتس كيدير الاجراءة الاول ليا مش يخبر بالاختفاء ديالا مشا اللي بيدي ديالا هو يلقي صندوق اسود صندوق غريب في العلاقة ديالا بشخص وفي الرخص ديال البندقية مشاهدين الكرام سامحة العائلة ديالا كتقلب عليها شهر والغريب في الموضوع انه هاد الصندوق الاسود اللي قد فيه امور اخرى تبعوا معايا السيل هنا اجي تعود لي على ابنيتك كتقلب عليها شهر ذهبا انا راها السيدية هي هي اللي بغيتها هادة البالية ما لقيتها راني عدمان من لقيتها راني كنا كست كنا عملت اتعيش بنتي هادة البالية لميتها نشوفها الاحية نشوفها انا راني عدمتمشين فهلاتي راركبني نسكو ركبني التنسيو انا ما بقيتش ليالعظم الريق اللي ما بقيت عندي نخرج نتوذر في الزنقاء راكون مع هاد الولد اللي شايدني راني كراني انا ما اتكا را خدني تبلي بنتي را خدني تبلي بنتي يا اخو يا راني انت شوف عند الله وضي علالات مالين وانت 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 بلش يشوفوا يا بنتي في كيناء الى حطعت مالية الى حية مالية باش الناس ببال هنا تحاولنا انت حاولني قولي يا نهار اللي ما لقيتهاش وشدتي الكار بشي تقلب عليها انت ركتسكن ده مفدار بيدا وانت منا واحد صويرة غادي تقول يا مني شدتي الكار باش بشي تقلب عليها مني شفتي دك الصندوق اللي يجب دولدك اللي فيه العلاقات ديها لدك اللي كتعرف هاودي يا مني شدتي الكار مني شدتي الكار بسيدي تلفت ومثليت عقلت شين خرجت لا قادير صباحة قال عالميني باش نحضر عند رجال الشرطة صباحة فقادير مثليت عقلت فين غادي وحدمت ومش كيت فعالاتي مثليت عرفت تبحش الرجال الصغيرة ببقى شوية العظم تصحيح بقولوا الولاد الكائنين ما عارفين شاي كل من ما ندرس عليه موته ولكرا طاحة مني ما عارفت انا كي غادي ندير نطير من فين نمشي انا وهالدري يغبروا عليها ما عارفتش كل الديها اختلفت من قدامي ما عارفت من جيتها ولا حاجة صاعد版 صلاحس صديق 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 اوروني فيكا tema صديق قلت له سادة وكي المالك انا خصني شاكي عليك راجعت الشهر بقاتلي عيومين وما عيتش لديه كيفاش قال لي انا عيت لرجال الدارة قدروا قدرني يحضرون عيت لي هم سيدي وانا قاعد هدايا في الحقيقة قاعد هدايا من اللي عيت لي هم مشاولي يجابوه يلا جيت من هذه النهارات اللي غدا ما كليتوش النهار كامل ما كليتش دقيق قاعدوا وقاعدوا هم وقاعدوا هم جمع مارشال الدارة قلت له يجوش كلمات قلت له هاد عيتك على الله الدم ورفاقه كي يصلي عمية في الجامعة وكل شيء وناكله نشرب عمية وما قرش اليوم ما قل ليش قاعد هاد الفاس اللي ترى ليكا ما مرني حالت انه لا ذكره شاكي ويعلمني ما هي العلاقة بالبنت فينا هي عارفها عودية ما عارف توسيدة كيف هاشمعها الله اللي اعلم بي نويه واشنية هاد البنت حية تبالية ميتة تبالية شوف الله عشر قسم ليه إلا بقية حية بيتنشوفها إلا ما يتيجي بغالية نشوفها هذا هو اللي بغيتانا والله يجعل البركة في جلالات مالية الله ينصر صيدنا في جلالاتنا أنا أخذي وشيني أنا كبرت عتولات بثنين وثلاثين عام ويختأ الفواحد اللي هو حف البحار ولا فين دار أو لا. رأيب الله رأي الحقرانية هذه رب حليله لدي الناس حكروني أنا. وأنا رجل مسكي رأي ما عنديش بش النوض. كنا عندي اللي رياش عندي. عندي ألاك واحد هو اللي حرق. ولكني ما شو بيدي النوض. تركوب ما عنديش أنا في جيبك. رأي ركوب ما داركوش أنا ما عنديش قاع الريال. لديك قاعدين دير عيب الله كاعدين دير أنا. أنا كاعدين دير عيب الله كندير. واشلوح واشهولك ندير عيب الله أكاك. وعيكاك يا عيب الله أكاك. وتلات مخسرر مكين شراء ضيئوني أنا في عطي. واخر الواليد الله يسترك الله يسترك. مشيجين الكرام. ارتاح واليد ارتاح. مشيجين الكرام ليتنوا ورا إلام أكثر في الموضوع. وامر واضح من نقش في الاب اللي يحصل اللي هو عن 83 سنة الامنية دياله يشوف ابنة دياله سامحة هاد الصندوق الاسود اللي تكلمت عليه مجرد انه الاخ دياله مش اللي منزيل قلب الصندوق القفيل حولت البنكية مع الشيخ نوحي مدينة الصويرة على علاقة معه في بعض الصور امور واضحة وكذلك كين واحد الكلي في فيديوات وفي امور اخرى مشاهدين الكرام هاد الحوالات البنكية اخر واتيقة منهم تسلمت مبلغ 5000 درام من عنده حوالي ثلاثة ايام هدي مسألة الاولى والاكتر من ذلك انه هي كتختم في مخبازة فتضل بيضاء باش تعاون هاد الواليد وتعاون الام دياله بمبلغ حوالي 30 الفريال في الشهر على جد الحال والغريب في الموضوع انه عنده رخصة ديال القنص بندقية سلاح ناري ديال من ديال هاد الشيخ والوصل بانه ودارت لسيروس ديال هاد البندقية وهذه علامة استفهام بدل البندقية اللي عندها فيها رخصة مبدئية ولكن رخصة الاستغلال والطريقة واضحة الامور في اطار القانون وفي تعديل الحكومي الاخير متصادق عليه ما هي الطرق والقوانين الجاربية العمل في هذا الاطار انا غنبسط مع الرأي العام بحيلة انا عندي هاد الصالير ومشرت للعب الغولف من سابع المستحيلات كل حاجة لقياسة مع وجود الفارق هذه مجموعة من نقط في الموضوع بطريقة اخرى اللي هو شيء انا ما غديساعدني في الحوار باش الرأي العام يستوعب معانا الوالد الله اللي عنبين تعرف الامور قدضوا في صويرة قدقلب ما وصلتوا الوالو سيد عاوز جوندرم داروا معا استجوابوه ما زال معرفنا شو داروا معا شو داك الاستجواب ودك شيء يقول لي مانا يا كانت كتتاني الفلوس مرة قل لي مانا يا قلت لي خساني الفلوس مرة كيقول لي مانا كانت كتددني بتطاور كل ما شو يقول ليهم هنالشي اللي توصلنا بي وبيقناه واجهو مراته سنات لي معرفش انا لش سنات لي هذا المرض يالو انا غدي نقولك اللي كين في الشي كاين اللي شفت مشاهدين الكرام مجموعة من صور واجهو بها رجال دارك فيها علاقة امور واضحة هاد الصور من الطبيعي جدا انه وغدي يكون عنده الاعتراف التلقائي انه عنده علاقة معها هنا غدي تطرح مشكلة هو مزوج جاب الزوجة ديله دارت لي التنازول وفي هذا الاطار القانوني الى تقدم احد الاطراف بالازواج بالتنازول كتبت له متابعة النيابة العامة ما يخص الفساد او امور اخرى الموضوع اللي هام من اكتر وهو فينا هي هاد البنت هنا خرج هو خرج مشاب حالاته هاد تعود لي المعلومات اخرى اللي قبل من تصور اللي قلت ليه مهمة هو واحد من العائلة اللي ديركم تتصل بها اش قال ليه تتصل بها ود الأخت ديالي قبل من من حلين هذيك الشان تلقينا في هذك ش تتصل بيه قال ليه اوديها معي حية ولا ميتة ما غد تصوروا له يعني وهو اصلا هو اصلا ديما هاد شي كي يقع له الناس في البلاد عارفينه بانه هو بحل لا استيع ماري لا تعرفوا لان لا استيع ماري هاد الناس لا استيع ماريين الاخ ديالي بداش دات شي مكوحلة احنا ما كان صيدوا ما كان عارفوا نصيدوا ما عندنا مكاحل ما عندنا بارود ما كان عارفوا التحاج وش حنا الحالة لقد الحال وغد يمشوا احنا غنشر المكوحلة وواقه ما اول المكوحلة هي هي عدالة كارت الاحساب البلاد وهو عون سلطة هو الواقه ما لذيك المكوحلة وحنا كان نحطار القبيلة كاملة كانت تحطار لكن هذه المكوحلة في الاصل ديال من الاصل ديال هو هو اللي غي يكون ندبر لها ما عارفوا وش من نجاب لها احنا القبيلة كلها تحطار مننا ما فينا تعيب والناس كل شيء يشهدوا هذا شيء وانا السيدراء ضلمنا احنا ما غير ممكنش غير نضلمو كون مالقيندو كل غراق والقيند تصاور وذيكو ذيك الويس بي ولا شنية رأيكو نشوفها رأيكو تحمها يعني علاقة مجوجين 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 وما غير يدروا هذا شيء راح شوما لي ضال هاد السيد وشويا داروا مع استندقوه زياد في حالاته ويقول لهم كيدور في القبيلة ويقول نهار السوق كان في السوق ويقول لهم شوف وانا رايدير لي يدر عندهم يصور ليا شعدهم هما يجروا تاعي هما غيصوروا لي والو حنا نتمنى من جلالة مالي في أخذ لنا حقنا من هاد سيد راد لمنا حنا الاخت ديالي بغير يتعتبان حيا ولميت هاد سيد ما الغالب الله هاد سيد رشرة ديالنا ضيعوا لينا انا كنت طلب من جلالات المالك ووكيل المالك يشد اللي يحقي من هاد سيد راد لمني راد لمني هاد سيد الصمعة ديالنا العائلة ديالي كل اخي دمرها انثابنا حاشمنا معهم هلنا ولينا حشمانين منهم دكش اللي معمورنا قلنا قدام هلنا ولينا نقوله راد لمنا هاد سيد راد لمنا ركنت منهم من جلالات المالك ووكيل المالك يشوف لنا حقنا من هاد سيد هاد سيد كان عندي الفلوس لا يوصلني نقتله ندير لي بغير را خرج علي سيد ودمرني تانا في حياتي انا رأي ولادي موقعش كنشوفهم مرأ من نار من نار خرجت وانا كي نجري في المدون كنقلب كنحمق هالعاس ما كننعسوش نسول هذا نسول هذا نسول هذا دارينا موقعش عاقل الهين كنمشي لأولادي موقعش حرفتهم بينا كنشوفهم راد ظلم هذا راد ظلم هذا كنش ما كنش حق في البلاد ركيل القانون الحمد لله عاش المالك هذا الشيء اللي يطلع عاش المالك هذاك الأدلة اللي عندنا كاملة ماهاشي علاقة هذو أدلة كاملة والسيد كاي سيفت لها الفلوس سيد عون سلطة بشحال السلام غايتخلص في ضرب خمسات الشهر لقين عن دار بعتلمنين مصيفتم لها هو كينين عندنا يا كين عندنا كوافا كاي دي هالا ركينين كينين كينين لماذا سيد بشحال ماذا سيطلع مكوحل كينين ماذا سيطلع ماذا سيطلع ماذا سيطلع عايق لها قل يرى أجدت لي قدق لها ربما عدتت علي ما حاجة ندخل لماذا تقتلها كنت لقد قلت نهار قلت له قلت لها وما تفضل لا تفضل لماذا تفضل لها ديور ديور ندقوا من الدار وانا جاي جديدة مخلية تمدينا وانا كنقلب ورا الغالب الله الله يفرجع لكم يا ربي مشاهدينا الكرام ليتنوي الرأي الله يحفظك مشاهدينا الكرام ليتنوي الرأي العام أكثر في الموضوع والله اللي ارتبكت وحق الله العالم اليوم اللي اختفت فيه مشات للمخبازة في الصباح حتى الحدود تقريبا جوج يلا شي هنا سؤال ما كانش مستعدة انه ستصافر الدليل على كلامي ان الام دياله شفتها في الصباح خارجه ما هزلح ويجلوانه هنا سنقوله كما قال لأخ قبل المنتصوير قال لك يمكن حرقات حرقات أولا عندها مبلغ مالي في البنكا أربعة المليون ثانيا ما تخليش أديلة وأمور خاصة تتعلق بالعلاقة بها الطرف هذه مسألة أخرى ثانيا أنه قبل ثلاثة ايام شرى التليفون غالي وحطا ما زل ما خدماتوش يعني طريقة باش خرجات ما مستعداش لهذا الخروج إنما في المشات وعلاش والآن في نهاية الله أعلم مشاهدين الكرام هذه هي القصة أخذينا منها من الأب اللي يحسل عوان 83 سنة وكذلك أخذينا مجموعة من نقطة أخرى من الأخ ديالها في خدم الموضوع شكر جزيل السيد ووكي المالك وكانوا الجولي النداء لأنه دوى دورنا هو إيصان هذه الملفات بصراحة للمسؤولين والرأي العام البحث فيما يخص الاتصار اللي دال واحد من العائلة مع المعني الخبرة اللي هواتف تقدر تبين هذا الخيط مشاهدين الكرام رجال الدارك في حالة إذا لم تكن حسب المنطقة كالتوفر عندهم الإمكانيات أو اللوجيستيك لهذا الموضوع هناك أعلى مستوى أمني في الرباط الفرقة الوطنية الدارك الملاكي اللي البحث بدقة عن أين هي سامحة بشاهد له إلى الطمأن مجموعة من نقطة في الموضوع فيها غرابة نحن لا يمكن أن نناقشها أمور أخرى تتعلق بالتهديد وأمور أخرى بأكثر ما أننا ندقه في جوهر وقلب الموضوع الأبحاث اللي قدرت الآن شيئا ما بطيئة والدرياء غبراته هي شهر والاتهام أو الشك كده صحة التعبير أنا مشي من حق النقش والاتهام الشك كيمشي للشيخ لأنه هو الذي عن قرب بشكل كبير في التواصل من جميع الأمور بدستيلا الخبرة على الهاتف ديال وفي الواتساب كيف أشك التواصل معاه والخيوط اللي خلت النادي البنية بالدرجة المغربية تغبر بها الطريقة لا إله الله اللي عن بها هذا وضع ديال الأب كونش تدي الأم لا إله إلا الله إحنا نلتقلنا نواحي مدينة الصويرة وسوف نبحثه أكثر في الموضوع والنداء كنجل السيد وكلمالك اتخاذ المتعين في الموضوع في الأبحاث اللي تقدر تصلنا الخيوط في نية سامحة واشهد سامحة عيشة واشميتة سمعنا منضوع البندقية وهي الوضع ديالها ما تتلأمش مع أنها تكون بندقية خدامة في مينة بسيطة جدا سمعنا كذلك الرسالة بين واحد من العائلة لهذا المعني اللي كي يجوبوا بلغة الاستفزاز بها الطريقة وسمعنا أمور أخرى اللي الخيوط كلها تميل العلاقة بها الشخص أين هي سامحة هل كين تهديد بالأطراف وكان فيه انتقام هل هي الآن محتجزة احنا لا يمكن أن نحكمة أو نصدر أحكاماً في الموضوع ولكن لا بقى لنا الحق في البحث وإيصال الواقع لدوي الاختصاص أرجوكم البحث عن سامحة الهدف ديالنا ماشي هو الفتنة هو نبينو الحقيقة دي لهذا الموضوع إلهة سامحة كين في الدنيا تبعاً بشهد العائلة طبعاً وإلهة ما كيناش سامحة سامحة الأسباب ديالها لاش غابراً من له صلب هذا الميلف مشاهدين الكرام نحن نتتبع على هذا الميلف وسوف أوفيكم دائماً بالجديد في الموضوع حول سبب اختفاء سامحة من ضر بيضاء كينما أعطيت الرسالة لأخ دياله المدينة الصويرة وهذه الرسالة كينما قال ما كتكتبش حتوق بهذه الطريقة وهذه العربية هو اللي عرفتو كيف كنتتواصل معها في الواتساب مشاهدين الكرام نتمنى أنه يكون شيء فارح وتكون هذه البنت بقى بصحة يحتعوا على قيد الحياة مشاهدين الكرام التعليق المواطن شكراً لكم ترجمة نانسي قنقر